اشتركوا في القناة المبادئ الإدارية لهنري فيول في الحقيقة يا كرام أن هذه النظرية ترتبط هذه النظرية وهذه المدرسة باسم هنري هنري فيول تتميز أفكاره بالصبغة العملية لأنه قضى أكثر من ثلاثين سنة تقريبا من عمره مديرا ممارسا وذلك بعكس ماكس الذي يغلب على أفكاره الطابع النظري الذي يغلب على أفكاره الطابع النظري يعني بإمكاننا أن نقول أن هنري فيول يغلب على أفكاره الطابع العملي وأن ماكس يغلب على أفكاره الطابع النظري طبعا فيول هو فرنسي الجنسية عمل مديرا منفذا لشركة صناعية صغيرة في فرنسا لذلك تبلورت مساهماته الجوهرية في جانبين أساسيين الجانب الأول أن هنري كان له الفضل في وضع تصور علمي كامل لوظائف الإدارة والمدير وهو ما يطلق عليه اليوم بالعملية الإدارية الجانب الثاني أن هنري حدد المبادئ العلمية التي ينبغي أن يسترشد بها المدير عند القيام بوظيفته وقد انطلق فيول أيضا في أبحاثه من مستوى الإدارة العليا ووظائف المدير متجها نحو قاعدة التنظيم بينما تايلور لو نظرنا في أبحاثه لوجدنا أنه انطلق من مستوى الإدارة المباشرة فبدأ من القاعدة متجها نحو قمة التنظيم يرى فيول أنه يمكن تقسيم الوظائف الإدارية جميعها وما ينبثق عنها من أوجه النشاط في المنشآت الصناعية إلى ست مجموعات ما هي هذه المجموعات التي رأاها فيول؟ قسم الوظائف الإدارية إلى ست مجموعات قال أن المجموعة الأولى نشاطات فنية تتعلق بعمليات الإنتاج المجموعة الثانية قال هي نشاطات تجارية تتعلق بأعمال الشراء والبيع والنقل والتخزين المجموعة الثالثة نشاطات مالية تتعلق بأمور التمويل والاستثمار المجموعة الرابعة نشاطات الضمان والحرية للممتلكات والأشخاص المجموعة الخامسة نشاطات محاسبية تتعلق بالحسابات والميزانيات وما شبه ذلك المجموعة السادسة قال نشاطات إدارية تتعلق بالتخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق والقيادة وإصدار الأوامر وبهذه الحالة يكون فيول قد صنف وظائف الإدارة إلى خمسة عناصر أساسية طبعا نحن سنتكلم عن هذه الوظائف وهذه النشاطات بمجملها بالتفصيل في المحاضرات القادمة سنتكلم عن التخطيط سيكون له محاضرة وعن التنظيم وعن الرقابة وعن التنسيق وعن القيادة وإصدار الأوامر وغيرها يوضح فيول أن مبادئ الإدارة هي مبادئ عامة مرنة وليست مقيدة بنظام معين ومن الممكن استخدامها بغض النظر عن الظروف البيئية المختلفة أو المختلفة لذلك نراه أنه اقترح 14 مبدأ للإدارة وكان ذلك في عام 1916 ميلادي اعتبر فيول أن هذه الأربعة عشر مبدأ هي ضرورة أساسية لنجاح المنظمات أو المؤسسات الحديثة في الوقت الحاضر طبعا هذه المبادئ لخصها قال النقطة الأولى ينبغي تقسيم العمل وذلك بين الأفراد العاملين والجماعات من أجل التأكيد على أن الجهود تركز على كافة أجزاء العمل لذلك نجده أنه ذكر أن التخصص أفضل أسلوب لاستخدام الموارد البشرية للمنظمة قال ثانيا التكافؤ بين السلطة والمسؤولية يوضح هذا المبدأ أن السلطة والمسؤولية يجب أن تسيران جنبا إلى جنب فالسلطة وفقا لتعريف فيول هي حق إصدار الأوامر والقوة التي يمكن بها فرض الطاعة أما المسؤولية فهي الواجبات التي تخضع للمساءلة لذلك من الطبيعي أن تصاحب المسؤولية السلطة الملائمة قال ثالثا النظام بمعنى احترام السلطة والقانون والتعليمات وانضباط السلوك رابعا من المبادئ التي وضعها قال وحدة إصدار الأمر بمعنى أن يتلقى الفرد العامل أوامره من رئيس واحد أو مشرف واحد قال خامسا المبدأ الخامس وحدة التوجيه حيث يجب أن يتقرك التنظيم كلا واحدا نحو الهدف المشترك وبتوجيه عام بمعنى رئيس واحد وخطة واحدة لمجموعة من النشاطات الوظيفية ذات الهدف الواحد سادسا من مبادئه قال إخضاع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة وليس العكس حيث يجب إعطاء منفعة التنظيم أو مصلحته أولوية على مصلحة الفرد قال سابعا من المبادئ التي وضعها المكافأة يجب أن تكون المكافأة على مبدأ العدالة محققة الرضا والراحة للعاملين ولأصحاب العمل ثامنا المركزية يعرف فايول المركزية بأنها تخفيض أهمية دور الفرد بينما اللامركزية تعني زيادة دور الفرد وتتوقف المركزية أو اللامركزية من حيث ضرورة التطبيق على نوع وحجم التنظيم الذي تديره الإدارة تاسعا من مبادئه تدرج السلطة وتدرج السلطة هو عبارة عن تسلسل السلطة من أعلى إلى أسفل على شكل هرم وظيفي عاشرا قال الترتيب لكي يتم تحقيق الفعالية والكفاءة يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ووضع الأدوات والآلات في الأماكن المناسبة لها وهذا النظام حقيقة يختص بالنظام المادي للأشياء والنظام الاجتماعي للأفراد حادي عشر قال من مبادئه المساواة عدم التحيز والتمييز بالتعامل مع الأفراد العاملين انطلاقا من الموضوعية والاحترام المتبادل المبدأ الثاني عشر قال الاستقرار بالعمل بغرض تخفيض معدل دوران العمل في المنظمة أو المؤسسة الذي يترتب عليه تكلفة ووقت إضافيان عندنا تكلفة ووقت إضافيين ومن جهة أخرى يؤدي الاستقرار في العمل إلى إتقانه وحسن الإنجاز المبدأ الثالث عشر قال إفساح المجال أمام العاملين للتفكير في خطة للتفكير في خطة والعمل على تنفيذها وذلك عن طريق تشجيع المرؤوسين على تقديم الاختراحات وإثارة دوافع التجديد والمبدأ الرابع عشر والأخير من مباديه قال روح الجماعة أي العمل لكي يكون هناك في المنظمة روح الفريق الواحد لذلك كثير من الأوقات عندما تجد بالمهارات التي تطلبها المنظمات أو المؤسسات التي تعلن عن شاغر وظيفي أو ما شابه ذلك تطلب من المهارات تقول التمتع بروح الجماعة أو العمل كشخص واحد أو يتمتع بالعمل كشخص فردي أو مع الجماعة هذه نجدها كثيرا من المهارات التي تطلبها المنظمات في الشواغر الوظيفية التي تعلن عنها لذلك أيها الأحبة نجد أن فيول أوضح من خلال مبادئ الإدارة أنه من الممكن استخدامها في أي منشأة وهي بالفعل ما تزال تعتبر مفيدة الاستعمال حتى في الإدارة الحديثة ونجدها كثيرا في الإدارة الحديثة المعاصرة كما أوضح فيول أيضا أنه ثمت علاقة عكسية بين الكفاءة الإدارية والكفاءة الفنية المطلوبة تبعا لمستوى الإدارة فكلما ارتقى المدير في السلم الوظيفي ازدادت أهمية الكفاءة الإدارية وتضائلت أهمية الكفاءة الفنية عندنا النظرية الثالثة النظرية البيروقراطية نحن نعرف أن البيروقراطية بالمعنى الشائع بين الجميع أن البيروقراطية هي عبارة عن إجراءات بطيئة ومعقدة وعدم الكفاءة في التنظيم أما المعنى عند ماكس معنى معاكس تماما لهذا المعنى المعروف الشائع بيننا بأن البيروقراطية هي إجراءات بطيئة ومعقدة وعدم الكفاءة في التنظيم وتهتم بالتفاصيل بشكل روتيني وبشكل ممل أما ماكس يرى العكس تماما في النظرية البيروقراطية فعنده البيروقراطية ترتبط في نظريته بمعاني السرعة والكفاءة العالية في الإنجاز لذلك عرف ماكس البيروقراطية بأنها عبارة عن مجموعة من الأسس الإدارية التي تخرج السياسة العامة للمنظمة إلى حيز الواقع وتضعها موضع التنفيذ الصحيح لتحقيق الأهداف ألا نحن ما هو الفائدة من دراسة هذا الكلام ومن دراسة هذه المدارس ومن دراسة هذه النظريات لا بد لطالب الإدارة والاقتصاد أن يتعرف من خلال مبادئ الإدارة أن هناك كان مدارس وكان نظريات يجب أن يتعرف عليها لكن نحن الآن نتكلم بشكل موجز عن هذه المدارس وهذه النظريات لكن عندما ننتقل في المحاضرة القادمة على ما أعتقد ربما تكون غدا عندما ننتقل إلى المحاور الأساسية لمادة مبادئ الإدارة كالتخطيط والتنظيم والرقابة وتقسيم الإدارة وما شبه ذلك سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى لأنها من المحاور الهامة التي ينبغي على طالب الإدارة أن يعرفها بشكل مفصل فصائص النظرية البيروقراطية عند ماكس قال أولا التدرج في السلطة والوظائف ثانيا قال تقسيم العمل على أساس التخصص ثالثا وضع قواعد وتعليمات لتحديد حقوق الأفراد العاملين في المنظمة وواجباتهم رابعا قال وجود نظام ثابت مركزي للتوثيق وضبط المعلومات لأوجه النشاط المختلفة في المنظمة خامسا الكفاءة المهنية واستخدامها كمعيار عند اختيار الأفراد سادسا عنده فصل الإدارة عن الملكية سابعا أن تكون العلاقات بين الأفراد داخل المنظمة على أسس موضوعية تقييم النظرية البيوقراطية طبعا كان لها إيجابيات وكان لها سلبيات من إيجابيات النظرية البيوقراطية أولا تحقيق تحسينات جيدة في الإنتاجية من خلال مبدأ التخصص وتقسيم العمل لأنها تهتم بمبدأ تقسيم العمل والتخصص ثانيا من إيجابياتها كان بناء واضح تتوضح فيه الواجبات وعلاقات السلطة والمسؤولية ثالثا من إيجابياتها أن الالتزام بقواعد العمل ومعاييره الموضوعية سواء كان في تنظيم علاقات العمل أو في اختيار الأفراد يجعل هذا سلوك المنظمة سلوكا رشيدا لا تحكمه الأهواء أو الأحكام الشخصية بالمقابل كان عندنا أيضا سلبيات سلبيات للنظرية البيروقراطية من سلبياتها الجمود وعدم المرونة نجدها بأنها نظرية جامدة لا يوجد فيها مرونة تتجاهل أهمية العنصر الإنساني تطالب بالالتزام الدقيق بمبدأ التخصص بما يؤدي هذا إلى زيادة الروتين في العمل وهذا ينتج عنه طبعا الملل في العمل ونجدها أيضا تركز على الوسائل وتهمل الغايات وتتجاهل أهمية العوامل الخارجية على المنظمة ننتقل معكم إلى المدرسة السلوكية المدرسة السلوكية جاءت أفكارها كرد فعل على افتراضات المدرسة الكلاسيكية وأرائها المدرسة الكلاسيكية طبعا نحن تدرسناها في المحاضرة الماضية المدرسة السلوكية جاءت أفكارها كرد فعل على افتراضات المدرسة الكلاسيكية متهمة إياها بأنها أهملت العنصر البشري ولم توله الأهمية اللازمة وقد اعتبر ألتون مايو من أبرز رواد هذه المدرسة ويرى بعض العلماء أن ألتون مايو يعتبر ثالث ثلاثة كانوا من أبرز من ساهموا في نشأة الإدارة العلمية ومن أشهر المساهمين في هذه المدرسة أيضا ماري ماري هي التي ركزت على ضرورة فهم الدور الذي يلعبه السلوك داخل المنظمات وطالبت المنظمات بمزيد من الديمقراطية للتوفيق بيننا العمال والمديرين وإيجاد الموائمة بينهما طبعا كان من ركائد النظرية السلوكية أنه لا يمكن النظر إلى التنظيم على أنه كيان مادي بل هو يتكون من عناصر إنسانية أي أنه كيان ديناميكي حركي وحيوي وليس بآلي ثانيا قال من ركائد النظرية السلوكية أن التنظيم جزء من بيئة أكبر يؤثر فيها ويتأثر بها وهو في حال التفاعل مستمر للتكيف ومريوف تلك البيئة ثالثا قال من ركائد النظرية السلوكية أن دوافع الأفراد في التنظيم ليست مادية فقط بل هي اجتماعية هناك دوافع اجتماعية وهناك دوافع نفسية وأهدافهم ليست من الضروري أن تكون متوافقة مع الأهداف التنظيمية رابعا العلاقات والاتصالات بين الأفراد لا تتم فقط لأغراض العمل وفقا للنظم والسياسات والإجراءات الرسمية بل إن هناك نمط من العلاقات غير الرسمية يمارس دورا مؤثرا في سلوك المنظمة طبعا لابد أن نستعرض أهم إسهامات نظرية الإدارة السلوكية باختصار وهذا يعني أنا أقوله لكم على سبيل القراءة فقط من أهم إسهامات نظرية الإدارة السلوكية التي تشمل أفكار ماري أفكار ماري اعتبرت ماري أن الإدارة نشاطا إنسانيا ينبغي أن لا يغرب عن من يمارسها أنه يتعامل مع أفراد لهذا جاءت أبحاث ماري من وجهة نظر علم النفس وكان من أبرز أفكارها أن وجود التعارض بين المصالح المختلفة أمر طبيعي كما أنه ينبغي أن لا يكون مثيرا للقلق لأنه من الممكن أن يتحول هذا التعارض إلى تكامل عن طريق الاعتراف بالمشكلة وتحليلها للتعرف على أسبابها ونتائجها ثانيا من أبرز أفكار ماري أن تنفيذ الأعمال لا يتم بمجرد إصدار الأوامر من الرئيس فأغلب الأفراد لا يقبلون بسهولة الإنقياد لغيرهم إذا شعروا أن الأمر مفروض عليهم فرضا ثالثا تقول أن تفويض السلطة وسيلة فعالة لتنمية قدرة المسؤولين وأيضا من أفكارها أن المسؤولية لا تقع على فرد بذاته في التنظيم فليس ثمت فرد يعمل منفصلا عن غيره ولهذا يجب أن تنسب المسؤولية إلى الأفعال لا إلى الأشخاص وأيضا من أفكارها أن وظيفة التنسيق هي وظيفة تسبق التخطيط وظيفة التنسيق هي وظيفة تسبق التخطيط وترافق تنفيذ الخطة وتستمر إلى ما بعد التنفيذ ننتقد ثالثا إلى المدارس الحديثة والأخيرة عندنا نظرية النظم تعتبر نظرية النظم وسيلة علمية حديثة جدا لتفسير الأشياء والأحداث والمقصود بالنظم النظام هنا بأنه مجموعة متداخلة من العناصر التي تؤدي وظائفها كلا متكاملا ويتألف هذا النظام من مكونات أساسية هذا النظام الذي نتكلم عنه وهذه النظم التي تتكلم عنها نظرية النظم تتألف من مكونات أساسية وهي المدخلات وعمليات التحويل والمخرجات والمعلومات المرتدة المدخلات ما هي المدخلات؟ المدخلات حيث يحصل النظام أو المنظمة على الموارد التي يحتاجها من البيئة الخارجية من الموارد البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية وغيرها عندنا عمليات التحويل حيث يقوم النظام باستخدام النواحي الفنية والتكنولوجية التي يملكها بتحويل الموارد إلى سلع وخدمات ومن هنا جاء اسمها بعمليات التحويل لأنه يقوم بعملية التحويل من الموارد إلى سلع وخدمات عندنا ثالثا المخرجات تتضمن السلع والخدمات التي يقدمها النظام أو المنظمة إلى البيئة أو المجتمع رابعا عندنا المعلومات المرتدة وهي المعلومات التي ترد من المجتمع إلى المنظمة والتي توضح رد فعل المجتمع الخارجي فيما يتعلق بالسلع والخدمات المقدمة له والتي يمكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على قدرة المنظمة في الحصول على موارد أو مدخلات جديدة تبدأ من خلالها دورة أخرى وهكذا لذلك نجد أن نظرية النظام عرف النظام بأنه مجموعة من الوحدات المترابطة التي تستقبل مدخلات معينة من بيئتها فتقوم بإجراء عمليات معينة وتنتج مخرجات معينة تعطيها لبيئتها أو لمجتمعها وفقا عندنا بيرت لانفي قسم هذه الأنظمة إلى نوعان بيرت لانفي قسم هذه الأنظمة أو هذا النظام إلى نوعان قال عندنا أنظمة مغلقة وعندنا أنظمة مفتوحة طيب لو جاء سؤال مثلا ما هي الأنظمة المغلقة وما هي الأنظمة المفتوحة النظام المغلق احفظه هكذا النظام المغلق هو الذي لا يتأثر ولا يتفاعل مع البيئة لا يتأثر مع المجتمع لا يتفاعل مع المجتمع فهو في الغالب يتحرك بطريقة آلية بصرف النظر عن المجتمع الذي هو فيه من مثال ذلك الأنظمة المغلقة ساعة اليد أو ساعة الحائط تتحرك بشكل آلي وبطريقة آلية لا علاقة لها مع المجتمع لا علاقة لها مع البيئة فيتحرك بشكل آلي وبطريقة آلية تعمل بطريقة آلية أما الأنظم المفتوحة هي التي تتفاعل بصفة مستمرة مع البيئة ومع المجتمع التي توجد فيه من أمثلة الأنظم المفتوحة المصنع والورشة والمعمل والمؤسسة والجمعية والمنظمة وغير ذلك حيث يوجد تفاعل مستمر مع البيئة والمجتمع يؤثر في استمرارية هذه المنظمة وهذه المؤسسة وهذه الجمعية يؤثر هذا التفاعل في استمراريته حاليا أو مستقبلا وربما في بقائه أو في عدم بقائه أنتقل معكم مباشرة أيها الطلاب الكرام إلى الفصل الثالث من مبادئ الإدارة وهو اتخاذ القرارات وهنا هذه المحاور محاور هام جدا هذا الفصل والفصل الذي يليه محاور هام جدا وسيكون له الحظ الأكبر من أسئلة الامتحان إن شاء الله هل لدينا اتخاذ القرارات أهمية عملية اتخاذ القرارات مفهوم القرارات أنواع القرارات الاعتبارات الواجب توفقها في عملية اتخاذ القرارات العوامل التي تحكم عملية اتخاذ القرارات وعملية صنع القرار وبعض الأساليب الكمية لصنع القرارات حتى لا أدخلكم بالمسائل الرياضية البحثة المحور السابع بعض الأساليب الكمية لصنع القرارات ربما هذا لا نتدارسه ربما نتدارسه في الفصل القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ أولا مع حضراتكم باتخاذ القرارات عملية اتخاذ القرارات وأهميتها أشرنا سابقا إلى أن عملية اتخاذ القرارات تعتبر جوهر العملية الإدارية لأن بينما يعد كل من التخطيط يعني هل نحن عندنا بأي عملية إدارية أي عملية إدارية عندنا فيها تخطيط تنظيم توجيه رقابة وظائف أساسية في الإدارة ويوجد عندنا اتخاذ قرارات اتخاذ القرارات هذا يعتبر جوهر العملية الإدارية بينما التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة الوظائف الأساسية في الإدارة نجد أن كل منهم يتصل بوضوح بالقرارات القرارات لتنفيذ الخطة ووضع الأهداف وتخطيط عملية الرقابة إلى آخرية تأتي أهمية اتخاذ القرارات يا سادة من أن نجاح العملية الإدارية مرتبط ارتباطا وصيقا بصنع واتخاذ القرار السليم لذلك نجد أنه ذهب البعض لأبعد من ذلك فقد اعتبر سيمون بأن اتخاذ القرارات مرادف للإدارة بمعنى أن الإدارة هي عبارة عن عملية اتخاذ القرار هكذا اعتبر سيمون اعتبر بأن الإدارة هي عبارة عن عملية اتخاذ القرار طيب ما هو مفهوم القرار لو جاءنا سؤال في الامتحان ما هو مفهوم القرار القرار يعرف هارسون أن عملية اتخاذ القرار هي إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ما وذلك بعد الفحص الدقيق وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائل المختلفة التي يمكن اتباعها أو خطة اختيار بديل معين لتقييم بدائل مختلفة وفقا لتوقعات معينة لمتخذ القرار فالمدير يجد نفسه في كثير من المواقف والأعمال في موقف اختيار بين بدائل عدة فمثلا عند زيادة رقم المبيعات عند زيادة رقم المبيعات هل علينا أن نقوم بتخفيض الأسعار أم هل علينا بتحسين الجودة أم تطوير الحملات الإعلانية يعني نحن مثلا لزيادة رقم المبيعات إذا فكر المدير أنه يريد أن يزيد من رقم المبيعات للمنتجات الموجودة بين يديه فيبدأ يفكر المدير هل يجب علي أولا أن أقوم بتحسين الجودة أم أقوم بتخفيض الأسعار أم بتطوير الحملات الإعلانية وتدريب مندوبي المبيعات أم بتغيير سياسات البيع أو منافذ التوزيع وهكذا نجد المدير يفكر ليتخذ القرار يفكر مثلا في اختيار موقع المصنع هل الأفضل أن يكون قريبا من العملاء أو قريبا من مصادر المواد الأولية أو قريبا من التجمعات السكانية والإدارات الحكومية أو قريبا من المنطقة الصناعية بناء على هذا نجد أن القرار فيماهيته هو اختيار بين بدائل مختلفة وكذلك فإن عدم اتخاذ أي قرار إزاء حالما يعتبر قرارا بحد ذاته يعني أنت إذا لم تتخذ أي قرار إزاء حالما أو مشكلة ما موجودة بين يديك عدم اتخاذك لهذا القرار يعتبر قرارا بحد ذاته بمعنى أدق بمعنى أدق أقول لكم في ضوء أراء الكتاب والأخصائيين يمكن القول أن اتخاذ القرارات عبارة عن عملية اختيار بديل بين مجموعة من البدائل لتحقيق هدف ما خلال فترة زمنية محددة في ضوء كل من البيئة الداخلية والخارجية المتاحة للمؤسسة أو المنظمة مما سبق نستنتج أن عملية اتخاذ القرار تنطوي على عدد كبير من العناصر ما هي هذه العناصر؟ ممكن أن يأتي سؤال من الامتحان ما هي العناصر التي تنطوي عليها عملية اتخاذ القرار؟ نقول العناصر هي أولاً الاختيار توافر البدائل الأهداف الوقت الموارد المتاحة البيئة الداخلية للمنظمة البيئة الخارجية أو الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحور الثالث الذي ننتقل إليه هو أنواع القرارات والمشكلات وهذا المحور ندرسه إن شاء الله تعالى غداً لأن في الغد سيكون عندنا محاضرة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأنكم كما تعلمون نحن قصرنا في هذه المادة بسبب الضغط الهائل سواء كان عندي أو عند الطلاب لكن أود أن أتكلم مع حضراتكم بمسألة المذاكرة يا أحبابنا الكرام يعني أنا كلفتكم أولاً باستاجات وبواجبات أنا ما وجدت حقيقةً تفاعل منكم بموضوع الاستاجات مع أن الاستاجات هو موضوع مهم جداً لطلاب الإدارة يعني أنت تدرس إدارة واختصاد أنت ربما في المستقبل تكون مدير موارد بشرية ربما تكون مدير مالي ربما تكون مدير تنفيذي ربما تكون مدير إداري ربما تكون مدير عام يعني هذه الوظائف تتطلب منك أن تكون صاحب شخصية ماهرة صاحب شخصية مبتكرة يعني تعتمد على الابتكار الدائم وعلى التخطيط الاستراتيجي الدائم وعلى التفكير وعلى التخطيط وعلى التحليل هذه الشخصية تتطلب منك أن تكون دائما صاحب شخصية دبلوماسية صاحب شخصية اجتماعية صاحب شخصية مؤثرة طيب أنت كيف تريد أن تكون متكلم بين الناس كيف تريد أن تكون صاحب شخصية متكلمة واجتماعية دون أن تخضع الاستاجات وتلقي محاضرات بين زملائك يعني أنا الاستاج عندما أردت أن أطرح عليكم استاجات يعني أردت حقيقة أن أكلف كل طالبين من حضراتكم بموضوع محاضرة بدل أن أتكلم أنا وبدل أن أعطي أنا المحاضرة تنقسم هذه المحاضرة بين طالبين اثنين كل طالب يتكلم ربع ساعة أو نصف ساعة هذه المحاضرة تعطيه قوة في الإلقاء تعطيه قوة في التفكير كيف يلقص المحاضرة كيف يعتمد على المسائل الهامة كيف يطرح المعلومة كيف يحاول أن يؤثر بزملائه كيف يقنعهم في طرح المعلومة وهكذا يعني هذه في الحقيقة أنا رأيتها جدا هامة لكن الحقيقة لم أجد تفاعل من حضراتكم وكما تعلمون تداركنا الوقت لذلك أريد تكليفكم بحلقات بحث فمن كتب حلقة البحث يحصل على أعلامي ومن لم يكتب حلقة البحث ستضيع منه عشرون درجة على حلقة البحث سأرسل لكم عنوين على غرفة الواتس أب وكل طالب يختار عنوان من هذه العناوين ويكتب فيه حلقة بحث موجزة طبعا حلقة البحث ستكون مؤلفة من صفحة الغلاف مكتوب على صفحة الغلاف اسم الطالب واسم الجامعة واسم المقرر واسم مدرس المقرر والعام الدراسي ويبدأ بمقدمة ويبدأ بأهداف البحث وأهمية البحث وخطوات البحث وبالموضوع البحث مشكلات البحث فرضية البحث وخطوات البحث ثم يكتب عن موضوع البحث وعن خاتمة وفهارس وما شابها ذلك طبعا أريد أن تكون حلقة البحث مكتوبة كتابة الكترونية على اللابتوب وعلى الورد ومحولة بي دي ايف ويرسلها لي على الخاص إذا كان لا يوجد عند الطالب لابتوب أو كومبيوتر أو موبايل يصعب عليه كتابة حلقة البحث على اللابتوب أو الموبايل فلا بأس أن يكتبها كتابة يدوية ولكن بخط واضح جدا 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 حتى أستطيع قراءة الحلقة ولا أجد صعوبة في قراءتها أبدا وحتى أميز في منهجية البحث الذي يكتبها الطالب وقلت لكم أن حلقة البحث سيكون عليها عشرون درجة وعشر درجات على الواجب وعشر درجات على الحضور والمشاركة صار عندنا أربعون درجة وستون درجة على الامتحان يصبح عندنا مئة درجة على المادة وبرنامج الامتحان أعتقد أصبح موجود بين يديكم وهناك يوم محدد لامتحان مبادئ الإدارة سيكون هو عبارة عن رابط فيه أسئلة سيكون عندنا ثلاثين سؤال أو ربما عشرين سؤال لا أعلم حقيقة لم أضع الأسئلة بعد لكن عبارة عن عشرين سؤال أو ثلاثين سؤال مؤقت رابط مؤقت ربما يكون ساعتين أو ثلاثة إذا مضى هذا التوقيت لا يستطيع الطالب أن يدخل بعد مضي الوقت إلى هذا الرابط وتقديم الامتحان لذلك يجب عليه الالتزام بالوقت بكل أحوال قبل أن نبدأ الامتحان نعمل اجتماع بسيط إن شاء الله تعالى ونتكلم فيه عن كيفية الامتحان وعن منهجيته وعن كيفيته إن شاء الله سبحانه وتعالى الآن أترككم إلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل إلى يوم الغد بنفس التوقيت بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تطيع ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة